بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أنا أخوكم عبد الرحمن الصابر وإنت تسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية إن شاء الله النهاردة هنبدأ حل تدريبات وسلوب الإختصاص تدريبات كتاب كيان 2022 صفحة 87 السؤال الأول بيقول ميز من بين البداية للتالية الإجابة الصحية لكل سؤال من ما يلي واحد نحن شباب النيل لنا ماضٍ عريق نحن شباب النيل لنا ماضٍ عريق هذا التعبير يطلق عليه نحويا التعبير اللي قدام نتهى بيطلق عليه طلعه أسلوب نداء لا طبعا أسلوب إختصاص أكيد أسلوب ذم لا مش ذم أسلوب مدح لا يبقى الإجابة الصحيحة أسلوب إيه أسلوب إختصاص تمام رقم أتنين نحن شبابة طب إنت عرفت إزاي أسلوب إختصاص قلنا اسلوب اختصاص لازم بقى فيه ضمير تمام فيه شرطتين قدامه وده بيبقى مفعول به وده معنى بيعود على الضمير يبقى ده الاسلوب الاختصاص اه لا زم ولا مدح ولا نداء نداء طبعا عايزين اداة نداء او اداة نداء محزوفها تفهم من المعنى او اسلوب زم او مدح مش معانا طبعا رقم اتنين نحن شباب مصر لنا ماض عريق اهو نحن ضميره وشرطتين شباب مصر مفعول به لفعل محزوف وجوبا لنا ماض عريق الصورة التي جاء عليها اسم الاختصاص هل الصورة اللي قدام ديت احنا قلنا اسم الاختصاص بياخد كم صورة بياخد معنا ثلاث صور الصورة الاولى اللي هي ايه تلاث صور قلنا الصورة الاولى معرفة طيب الصورة التانية مضاف الى معرفة الصورة التالتة ايها واياتها شباب مصر اه مضاف ومضاف اليه طب هل هو مضاف الى معرفة اه مضاف الى معرفة لان مصر ده علم. مصر ده ايه علم? يبقى محلة بقل? لا مش محلة بقل شبابة مش محلة بقل. مضاف الى معرفة? اه مضاف الى معرفة. مخصص بوصف التقديم والتأخير يبقى اقول ايه? مضاف الى معرفة. اكس معاك انا احط حاجة على. احط حاجة تسبت الوراء. يبقى مضاف الى معرفة هي الاجابة الصحيحة. رقم تلاتة. اه رقم تلاتة. نحن الجنود. نحن الجنود ده درع الوطني. اعراب كلمة الجنود. قلنا مفعول به لفعل محزوف وجوبا. بدل اختيار الصحيح. رقم اربعة. انا المصري احافظ على تراس اجدادي. قلنا طبعا احنا اسم المختص ايه? مفعول به لفعل محزوف وجوبا. طبعا ما نفعش جوازا ولا خبر لمبتدأ محزوف. لان ده اسلوب اختصاص. اه ولا خبر للضمير نحن طبعا. انا المصري احافظ على تراسي اجدادي. طيب. انا مصري احافظ على تراس اجدادي. بيقول لك اعراب ما هو ملاون. عندي هنا transmصري وعندي هنا مصري. انا عايز اعرف في واحد فيهم اسلوب اختصاص والتاني مش اسلوب اختصاص. طيب المصري. طب هاعرف ازاي ان ده اسلوب اختصاص ولا ده اسلوب اختصاص. قال لي بصوا في المختص. لایت هنا ضمير ولیت هنا ضمير. ماشي. دي علامة. بس اللي اتنين فيهم ضمير. طب المصري بصوا في المختص بقل المصري هنا مقترن للطب. هنا مجرد من preference. واحنا قلنا الاسم المقتص يعي ما مقترم بأل او مضاف الى معرفة او ايها واياتها غير التلاتة دول ما بيكونش اسلوب اختصاص طب قدامي هنا ايه مقترم بأل يبدأ اسلوب اختصاص طب هنا ايه مش مقترم بأل ولا مضاف الى معرفة ولا ايها واياتها يبقى مش اسلوب اختصاص طيب الاولان هعربوا مفعول بيه لفعل محزف وجوبا تقدروا اخص او اعني او اقصد طب التاني انا مبتدى ومصري خبر يبقى دا جميلة وسهلة مفاشية حاجة بان مفعول به هو خبر فين مفعول به هو خبر ادي مفعول به هو خبر تمام رقم خمسة رقم ايه خمسة وستة وسبعة رقم خمسة بيقول لنا معلمي مصر الشرفاء امل في النهوض باللغة العربية اعرب كلمة امل لنا امل لنا هنا ايه جر ومجرور جر ومجرور في بداية الجملة بيعرب ايه بيعرب خبر مقدم لنا امل كان يبقول امل لنا يبقى امل هنا مبتدى مؤخر تمام طالما استوى باختصاص قدامك يقول لنا امل لنا خبر مقدم وامل مبتدى مؤخر خبر مقدم مفعول به مضاف اليه مبتدى مؤخر يبقى مبتدى مؤخر هي اللي جابه الصحيحة تمام يا شباب رقم ستة بيقول ايها الخطباء ادعوا الى الحق انتم ايها الخطباء يجب ان تدعوا الى الحق رقم ستة ده هنا بيقول لي اعراب كلمة ايها في الجملتين ايها الخطباء انا هنا بعمل ايه انا هنا بنادي على الخطباء ايها يا ايها الخطباء في هنا اداة ده محزوف على فكرة لاني بنادي عليهم ايها الخطباء طلب الاقبال ادعوا الى الحق انتم ايها الخطباء الفرق من المثالين دول المثال ده تقدم فيه ضمير تقدم فيه ضمير هنا لم يتقدم ضمير لذلك ده مش اسلوب اختصاص وده اسلوب اختصاص طيب لو هنا داني دا ايها هنا تعرى بيها تعرى بمنادة طيب التاني منادة منصوب لا التانية مش منادة يبقى قلف غلط رقم به مفعول به مفعول به غلط دي مش مفعول به ده منادة مفعول به منادة مبني غلط منادة مبني ودي مفعول به هي الاختيار الصحيح تمام سبعة بقى وتمانية وتسعة بيقول ايه بسبعة جملة واحدة مما يلي اجتملت على اسم مختص بني مصر احذروا مكرى اعدائكم طيب علينا بني مصر الدفاع عن الوطن بني مصر انتم درعها بنوا مصر هم الاعلون لو تركز هنا ما فيش حاجة فيها تقدم ضمير الا هنا علينا تمام وهنا في شرطتين ويبقى دا هو دا الوحيد اللي اسلوب اختصاص اجتمل على اسلوب اختصاص لذلك اختار هنا رقم ب رقم ثمانية نحن محب اللغة محب اسلوب اختصاص وترفع وتخليه مرفوع مفوض محبي نلقنها لابنائنا المخلصون عند تصويب لابنائنا المخلصون مفوض المخلصين يبقى هنا بيقول لي عند تصويب ما ورد في الجملة من اخطاء نحن المختص هنا محب اللغة العربية المختص هنا مكتوب خطاء مفوض مفعول به يبقى محبي تمام؟ يبقى اول حاجة لازم محبي يبقى محب بدي اتالف دي نستبعدها ومحب وباء دي نستبعدها يبقى انا عندي محبي ومحبي جيموا دا طيب عرفنا دي محبي نلقنها لابنائنا المخلصون المفوض لابنائنا المخلصين يبقى المخلصون هنا خطأ يبقى هنا الاختيار دا خطأ الاختيار دا محبي لابنائنا المخلصين يبقى دا الاختيار الصحيح طيب هنا يا أستاذ عبد الرحمن الهمزة مكتوبة على السطر الهمزة لما بتكون مكسورة بتكتب على بهذه الصورة ولا تكتب على السطر وتخدها طبعا سنة التالتة بالتفصيل تمام الهمزات بس خدها دلوقتي عشان هو درسي رقم تسعة جملة واحدة مما يلي صحيحة جملة واحدة مما يلي صحيحة بكم أيها المعلمين يرتقي التعليم بكم المعلمين يرتقي التعليم بكم المعلمون يرتقي التعليم بكم معلمون طيب المثال الأول بكم أيها المعلمين يعني كنا نقول نعت أيها أيها بيكون مرفوع هنا جاي منصوب يبادي جملة خطأ طب بكم المعلمين قد الضمير الكاف المعلمين المختص الاسم المختص يرتقي التعليم جملة شكلها طبيعي جيم بكم المعلمون ينفع المختص بمرفوع يبادي خطأ بكم معلموا ينفع يبادي مرفوع لا يبادي جملة واحدة مما بكم معلموا مصر يرتقي التعليم كل دا جملة الوحيدة اللي معانا اللي هتبقى صحيحة اللي هي رقم باك بكم المعلمين يرتقي التعليم طيب بركز معا كده لحظة عشان بقى ايه نجيب الصفحة اللي بعد كده بيقول ايه بقى السؤال السؤال يقول السؤال التاني بيقول رقم واحد ما احب العلم الى نفوسنا ما احب الكتب اليك نحن الطلاب احب الناس الى معلمنا اعراب كلمة احب في الجمل السابقة ركز كده ما احب العلم الى نفوسنا دا اسطوب تعجب واخدينه الحصة اللي فاتت كنا بنقول ايه دا فعل ماضي فعل التعجب بفعل ماضي طيب وفعله مستتر والعلم مفعول به يبقى احب هنا فعل ماضي طب هنا ما احب الكتب اليك استفهام ما هنا اسم استفهام بيعرب مبتدأ تمام طب احب خبر يبقى دافع لماضي وده خبر نحن الطلاب الطلاب دا اسطوب اختصاص بقى دا نحن الطلاب احب الناس نحن مبتدأ واحب خبر يبقى دافع لماضي وده خبر وده خبر فين فعل ماضي خبر خبر رقم دا تمام كده رقم اثنين جملة واحدة مما يلي اجتملت على اسلوب اختصاص ايها الجنود جنود ايها طبعا هنا ما ينفعش نعتبرها ضمير يبقى مش معانا الف اتقوا الله مش معانا ايها الجنود مش معانا كل دا اسلوب نداء ايها دا لما تجي في بداية الجملة كنت تبقى يا ايها كانها يا ايها انتم ضمير ايها الجنود درعوا هذا الوطن يبقى هنا دا اسلوب اختصاص رقم ثلاثة نحن الدعاء نسعى لنشر الفضيلة هم دعاة يسعون لنشر الفضيلة الموقع الاعرابي للجملة الملونة نحن الدعاء دا اسلوب اختصاص طب هم دعاء مش اسلوب اختصاص لانه غير مقترم بقى لأهو ولا مضاف الى معرفة ولا ايها وآياته طب الجملة دي دي مبتدى يبقى الجملة دي في محل ايه في محل رفع خبر يبقى دي في محل رفع خبر هم دعاة مبتدى وخبر مالهم يسعون لنشر الفضيلة يبقى موصوفون بأنهم يسعون لنشر الفضيلة دي جملة في محل نعت دعاة دي وصفهم ايه بيعملوا كذا يبقى دي في محل خبر ودي في محل نعت خبر ونعت يبقى دي مما يلي صحيحة علينا بنين البشر ايه بنين البشر فيه الاضافة بتتعارض بنين البشر بني البشر لان الاضافة بتتعارض مع النون يبقى دي خطأ على طول علينا بني البشر ان نقدر الموهوبين ماشي سيب دلوقتي علينا بنون خطأ علينا بنون خطأ يبقى دي جاء بس صحيح باء رقم خمسة وستة خمسة بيقول جملة واحدة مما يلي تعد أسلوب اختصاص نحن ألو هو ينفع نحن ألو ولا ألي ألي الخبرة أنتم أساس التقدم ما فيهاش اختصاص أساسي نحن ألي الخبرة أساس التقدم شكلها صحي دي نحن أخص ذكر الفعل محزوف وجوبا ذكره هنا يبقى خطأ يبقى أنا شايف يبقى دي رقم جيم هي الاختيار الصحيح ستة بقى وسبعة جملة واحدة مما يلي اجتملت على اسم مختص نحن عرب عظماء حققنا مجدا تريد دي ما فيش اختصاص أساسا أن نحن عرب عرب هنا لمقترم بقى ولمضاف إلى معرفة دي ناعتليها ولا أيها وآياتها يبقى ده ما فيهاش اسم مختص العظماء العرب حققوا مجدا تليدا العظماء العرب ما فيش هنا أساسا أساسا أسلوب اختصاص عظماء العربي حققوا مجدا تليدا ما فيش ضمير أساسا في البداية نحن العرباء عظماء يبقى نحن مبتدعوا عظماء خبروا العرباء يبقى هي دي الوحيدة اللي اجتملت على اسم مختص رقم سبع بيقول نحن المعلمين ننشر العلم نحن المعلمين ننشر نحن معلمون ينشرون العلم جاء المعلم ينشر العلم الموقع العربي لما هو ملون على الترتيب نحن المعلمين ننشر العلم ماشي نحن عايزين نعرف الأول فين أسلوب الاختصاص تمام نحن معلمون ده مش أسلوب الاختصاص جاء المعلم ينشر يبقى نحن المعلمين ننشر العلم ده الأسلوب الاختصاص طيب نحن مبتدع المعلمين مفعول به ودي خبر الجملة دي على بعضها جملة فعلية في محل رافع خبر نحن تمام لذلك احنا نقول هنا ننشر جملة في محل رافع خبر تمام يبقى دي خبر نحن معلمون مالنا ينشرون العلم يبقى ينشرون هنا نعت للمعلمون نحن مبتدع ومعلمون خبر دي نعت لهذا الخبر يبقى دية خبر دي نعت جاء المعلم ينشر العلم كيف جاء المعلم كيف كانت حالته ينشر العلم يبقى جملة في محل نص بحال يبقى خبر نعت حال خبر نعت حال خبر نعت حال رقم دال رقم 8 نحن المساكين لدينا عزة نفس إعراب كلمة المساكين آه هنا دي لازم تاخد بالك منها المساكين ده جمع صح؟ في ناس كتير هتفكر أن الياء والنون دول عبارة عن جمع مذكر سالم فيقول لك منصوب بالياء طب قول كده نحن المساكين مفرد مساكين إيه؟ مسكين أساسا الياء والنون الياء والنون دول أصليين في الكلمة لذلك هنا الياء والنون دول مش الياء والنون بتوع جمع المذكر السالم ده الياء والنون بتاع كلمات مسكين الياء المفردة فلذلك هنا هنقول مفعول به منصوب مش بالياء نقول مفعول به منصوب بالفتحة ليه؟ لأن الياء والنون اللي في المساكين دي هات المفرد مسكين أساسا فيها الياء والنون تمام؟ يبقى هنقول هنا منصوب بالفتحة لأن الياء والنون هنا مش جمع مش تابع جمع ليه؟ المذكر السالم السؤال التالت والأخير بيقول علينا حط بس هنا الموبايل عشان يسبت الورق السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول علينا ذوي العلم أن نغض بالوطن تصويب الجملة تصبح لما نصوي بالجملة دي هنقول إيه ذوي العلم أن نغض بالوطن ولا ذي ذي دي ما تنفعش لأنها مفردة ذوي ما تنفعش لأنها مرفوعة بدي خطأ وده خطأ طب ذوي خطأ برضو طب ليه يا سيد عبد الرحمن؟ طبعا أنا شرحت لكم دي الحصة اللي فاتت وأنا بحل إيه؟ وأنا بحل أسلوب التعجب هعيد عليها تاني سريعا قلنا يا جماعة عارفين ذوي اللي بمعنى صاحب؟ ذوي بترفع لما تكون مفردة لما تكون مفردة ترفع بالواو تنصب بالألف تجرب اليا حلو كده؟ طب عايزينها جامع بقى أجمعها ده إعرابي إسمه إعرابي إيه ده؟ إعرابي الأسماء الستة تمام؟ ترفع بالواو تنصب بالألف تجرب اليا طب لما تجمع زو دي بقى تقول ذوي في الجامع مرفع بالواو طب وتنصب مش هتنصب بالألف بقى تنصب باليا وتجرب اليا بتعرابي إعرابي جامع المذكر السالم تاخد بالك من النقطة دي مهمة جدا يبقى لما تبقى مفردة ترفع بالضم تنصب بالألف تجرب اليا طب لما تبقى جامع ترفع بالواو تنصب وتجرب اليا إعراب جامع المذكر السالم دي بتعراب إعراب جامع الأسماء الستة لما تبقى مفردة ولما تبقى جامع تعراب إعراب جامع المذكر السالم من ذلك هنا أقول علينا ذوي العلم أقول ذوة ده ذوة ده ده ما تنفعش ده هنا ذوي في النصب بتاعها ذوي العلم ما فيش ذوة أساسا ما فعش تقول زواء تمام لما تبقى مفردة بقى أنصبها بالألف لكن زواء جمع لا ما فيش الكلام ده يبقى علينا ذوي العلم هو الاختيار الصحيح يارب تكون الدنيا وضحت ودوني المعلومة دي لأنها اتكرارك كذا مرة في كتاب كان العلماء ماضون في الرقي ببلادهم عند تحويل الجملة السابقة إلى أسلوب اختصاص أيها العلماء دانداء نحن العلماء ماضون في الرقي ببلادنا شكلها صح نحن العلماء ماضينا نحن مبتدأ ماضون مفوت خبر يبقى دي خطأ والأولانية خطأ نخص علماء ما فيش أساسا ضمير يبقى الاختيار الصحيح رقم ب رقم ثلاثة بيقول أنت أيها المؤمن تساعد جارك أيها المؤمن ساعد جارك اعراب أيها في الجملتين أنت ضمير أيها المؤمن مختص تساعد جارك قبر لأنت يبقى أيها المؤمن اعراب أيها هنا هقول اسم مبني على الضم أو المختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به طيب أيها المؤمن وساعد جارك ده أسلوب إيه؟ يا أيها المؤمن ساعد جارك أسلوب نداء المنادة ده يبقى أيها دي هنقول عليه منادة أقول عليها منادة ماشي؟ طيب المنادة بيبقى عرابه إيه؟ في باب النداء لو أنت خدته يعني لو فكره المنادة بيبقى المنادة مبني على الضم في محل نصب المنادة المبني بيكون في محل نصب المنادة مبني على الضم في محل نصب كي أنا بقول أدعو أيها المؤمن أدعو فعل وفاعل وايها المنادة يبقى في محل نصب مفعول به لذا كان قوله منادة مبنى على الضم في محل نصب تمام طيب عندي ده في محل نصب وده في محل نصب اسم مبنى على الضم في محل نصب اسم مبنى على الضم في محل رفع لا طبعا الاولى في محل نصب والثانية في محل رفع لا الاتنين في محل نصب الاولى في محل رفع والثانية في محل نصب غلط يبقى اسم مبنى على الضم في محل نصب هو الاختيار الصحيح وتدريب كتاب الامتحان لا تنسونا من دعوة صادقة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته